تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواري عبر قناة سيلبي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأبكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها تعودتوا وعرفتوا القصص لما يكون فيه دوري أبطال قبل وقبل وبعد ومباريات مهمة في الدوريات بتيجي قصة موضوع بسيط موضوع مباشر بس موضوع مفيد جدا إنا جميعنا اليوم القصة ربما لأول مرة بتكون خبرية لها علاقة بالخبر بشكل مباشر اللي عمره 33 سنة ما بتعلم الآن مشان ياخد شهات التدريب كرة قدم ولا إنه بدرب فريق شباب أو ناشئين أو فريق بأكاديمية بل أعلن رسميا إنه حيدرب واحد من أهم وأعظم أندية تاريخ كرة القدم بايرون ينخ الموسم المقبل ولما بايرون يختار مدرب فأكيد الموضوع مش صدفة أكيد شاف فيه شيء مميز جدا واللي شاف نيجلزمن فيه هوبينهايم فيه لايبسي يعرف إنه عنده شيء بس مش هاي قصتنا قصتنا اليوم عن درس مهم للحياة صار مع نيجلزمن إصابات ضربات خلته المدرب التاريخي الأصغر في تاريخ البوندزليجا الشاب اللي وصل ربما هو أحد أول شاب بوصل بهذا العمر من سنوات طويلة لواحد من أعظم أندية كرة القدم الرجل اللي كتبت عنه الصحف وقالت سيغير مبدأ إدارة كرة القدم تماما لو نجح مع بايرون ينخ قصتنا اليوم عن شيء ممكن نمر في جميعنا إنك فجأة تدخل تلقى كل بواب سكرت بوجهك في الدنيا وتقول خلص أقعد لكن ما بتعرفه إنه هذه البواب سكرت عشان يفتح باب بعيد الباب هذا ممكن يوصلك للمجد ويوصلك للعظم يوصلك للشهرة والنجاح وهذه قصة نيجلزمن فعليا فالأبواب في الحياة أقرب للفخ الأبواب في الحياة أقرب للغز ممكن اللي بتسكر بوجهك بيكون عم بتسكر في وجهك عشان يحميك واللي بيفتح أمامك بيكون هو فعليا الباب اللي عم بيستناك ولو أنت مش عاجبك في البداية لكن في النهاية ممكن حتكون سعيد جدا بإنك أخذت تلك الطريق نجلزمن بدأ كلاعب ناشئ في فريق أوغسبورد ثم انتقد إلى أكاديمية ميونيخ 1860 ما بين 2002-2006 وب2007 كان قائد فريقه في فريق الشباب وكان يلعب بقلب الدفاع لكن اتعرض لأول إصابة قاسية له أيام ميونيخ 1860 ترك النادي ورجع لفريقه السابق أوغسبورد اتعافى من إصابة الركب الأولى وبدأ يستعد عشان يلعب مع أوغسبورد في موسم 2007-2008 الفريق الثاني لأوغسبورد المدرب توماس دوخل وحاول هناك يثبت نفسه وقبل ما يبدأ الموسم بأي شيء إصابة أخرى بالركبة ويعني تحطم كامل للغضروف خلى نيجلزمان في هاي اللحظة يوقف ويفكر وكما قال في مقابلة صحفية جلست شهرين أفكر بنفسي سنتين وربعض ملعبت كرة قدم كنت لاعب جيد كنت قلب دفاع جيد لكن قررت أني أنا هاي الكرة ما بدي أشوفها ما بدي ألمسها بدي أعتزل كرة القدم وفعليا اعتزل كرة القدم نيجلزمان كلاعب بشير موقع الدور الألماني عنه أنه في بداياته كان واعد جدا وكان ضمن النخبة اللاعبين اللي معظمهم تحوروا للعبة منتخب لاحقا أنه كان قلب دفاع بشخصية قيادية ولاعب بفهم كرة قدم بيقول نيجلزمان عن وقت قرار بتعاده عن كرة قدم كنت حزينا للغاية ما عاد إلي نفس ألعب كرة قدم طلع منها شو رح عمل رح أخذ كورس في إدارة الأعمال تقريبا لمدة أربع فصول ويبدو أنه هذا الكورس فعليا رح نحكي بهاي القصة أكثر عنه كيف تطور وتعلم من إصاباته فشفناه انسجم بسهولة مع هوبنهايم اللي هو مشروع طويل معقد ما بين رياضة وتجارة لايبزيك نفس الشيء بسهولة انسجم معهم لأنه درس هذا الشيء فالمعرفة خدمته بشيء ما حيعرفه لاعب كرة القدم العادي أو المحترف لأنه هذا الشيء إداري بده دراسة ولما تجي تطلع لغة نيجلزمان في بعض المواقف والتصريحات والأمثلة دائما بيضرب أمثلة إلى علاقة بإدارة الأعمال مثلا لما درب هوبنهايم وكان عمره 28 سنة كأصغر مدرب في الدولة الألمانية قال أنا بعرف أنه القرار صعب وحيحكوا عنه العالم حتى لو عينت والله مدير شركة أو مدير مؤسسة مصرفية عمره 28 حتصير نفس الضجة فالرجل التعلم هناك أثر فيه طيب الرجل بعد عن كرة القدم قلت لنا شو اللي رجعه عن كرة القدم توماس توخل توماس توخل اللي رح عرض عليه وظيفة قال له تعال اشتغل معنا سكاورت يعني كشف مواهب أو قارئ للخصوم قبل المباريات وعقود بالمباراة وفعليا بدأ يرجع لكرة القدم هناك أدرك أنه لازم يدرس مرة ثانية رح درس إشي اسمه سبورتس ساينس أو علوم رياضية ودرس هذا الموضوع واتطور من ناحية ثقافية وإدارية وعلمية في مفهوم كيف إدارة الرياضيين وأجساد وتطوير وتجهيز أجساد اللاعبين لكرة القدم رجع عام يونيخ 1860 بعد مدرس وأصبح مدرب لفريق الناشئين وأثبت نفسه من جديد اطور على هوفنهايم وأيضا بالأخير وضع لمدرب الفريق الأول هنا قدم كرة جميلة مؤثرة شجعة خلت الجميع يعرف أنه هذا الشاب مش مجرد حماس فيه معرفة فيه علوم وراه ولأنه ما كان عنده خبرة كبيرة كلاعب كرة قدم يقال أنه ناغلزمن هو أكثر مدرب موجود في الدوريات الكبرى مؤمن بالتكنولوجيا مؤمن بالعلوم كان موجود لما هوفنهايم جاب المكينة تحت التمرير المشهورة اللي فيها منها 3-4 نسخ حول العالم فقط يؤمن جدا بمفهوم الداتا والديب داتا والبيانات الكبيرة بدخل التكنولوجيا كثير قد ما يقدر بس مش هذا كل شي ناغلزمن رجل معرفة وهذا اللي بدأ أوصله لكم بالحلقة ناغلزمن رجل قدر بالعلم بالشغف تاع الموضوع بالرغبة بإثبات الذات يثبت مقولة أريقوساكي مش ضرورة تكون حصان عشان تصير فارس للإحصان لما سألوا لازم تكون لاعب عشان تصير مدرب وأنا بحضر بهالحلقة فتحت مقابلات صحفية بالإنجليزي واللي مترجمي بالفيديو فيه كثير مقابلات تقدروا تشوفوه على اليوتيوب بتتكلم أمام رجل فهم شو بيحكي مثلا عجبني من مقولاته كلمات المدرب قبل المباراة يجب أن تكون قليلة جدا مختصرة فعليا اللاعب بيكون عقله مشتت ما بيزبط تعطيه محاضرة وخطبة عشرين تلاتين كلمة وخليه يطرع اللقاء هذا الشي حتى بلزمنا بحياتنا لما يكون عندك مدير وعندك مهم صعيب يقعد يحكي 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 ما بتستوعب شي بيزيدك ضغط كلمتين وامشي وهو صاحب التصريح الشهير أنا مثل الخباز بحط أفكاري مع تدريباتي زي كأني بخلطهم وبعدين بذوق عجبني عجبني ما عجبني برجع أعدل رجل لما تجد تدخل بتفسير كلماته بتحسه هيك يعني فهم شو بيحكي موقع أتلاتك نقل عن المدير الرياضي له بن هايم أليكسندر روسين قوله قال من أول يوم جاء في نيجلزمن ومن أول ما يجي بتحس بوجوده له شخصيته له هيمته رجل واضح جدا أنه أدرك قبل غيره أنه كرة القدم ما عادت تكتيك وهو أيضا صاحب التصريح الشهير اللي قال فيه وظيفة المدرب 30% تكتيك و70% كفاءة اجتماعية شو يعني كفاءة اجتماعية؟ علاقات مع اللاعبين إقناع اللاعبين هو اللي له تصريح شهير جدا أيضا جميل جدا في مقابلة مع سكايا ممتازة كانت مع الصحفي قليم بلاك قال فيه لازم أدخل عقل اللاعب لازم أشوفه جوه شو بده شو الشي اللي هو بلعب عشانه كرة القدم مش الكل بلعب عشان النجاح شو بيده في حياته شو هواياته في حياته لازم أعيش جواته عشان أعرف شو النقاط اللي ممكن أخليه يعطيني فيها ويركز فيها ويعطي أحسن ما عنده وقال إذا المدرب ما كان في عقل اللاعبين ما حيقدر يقودهم لما تيجي أوقات التوتر وأوقات الأزمات شو هالقصة اللي حكيته عن نيجلز من السريع اللي مش زي القصص التقليدية لأنه بدأ وصل مفهوم بسيط جدا الحياة ممكن تسكر بوجهك بس بفتح لك باب بس عشان تدخل بهذا الباب لازم تعمل جهد هذا الرجل عمل جهد درس وتعلم عوض نقص الخبرة بنقص المعرفة ما جلس يبكي على الأطلال ممكن واحد يقول لي ما هو بألمانيا حاجة أقول لك آه حتى في بلادنا انت بتتكافأ مع واحد ثاني ابن بلدك فلو سكر باب لازم تنافس في باب آخر المعرفة هي أساس هذا الشي بتكلم عن لاعب سكرت الدنيا بوجهه اعتزل وهو كان عنده حلم ربما يمثل ألمانيا يوما ما طور مهاراته الاجتماعية بالتواصل بنى معرفة ممتازة درب بايرمينخ وعمره 33 سنة نيجلز من قصة معجزة قائمة على الإرادة قائمة على رادة الفعل قائمة على قوة ذهنية رهيبة إنك ما تستسلم نوصل هون لنهاية حلقة قصة الجمعة المختصرة ومنكون دائما معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر وإستجرام وضروري تتابعوني على سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله